نروح لأخبار نادي الزمالك نادي الزمالك النهاردة أتم إعارة اللاعب كريم بامبو إلى نادي البنك الأهلي المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ثم يتحدد الموقف في نهاية الموسم إما يبقى بيع نهائي أو عودته مرة تانية أو انتقاله إلى نادي آخر حسب أداؤه في الملعب مع البنك الأهلي حقيقة هذا الموضوع وداني لمنطقة أخرى من الحوار لعيبة كتير من خلال مشاهداتنا ومتابعتنا للكرة المصرية بيتقلقوا تقلق كبير جدا برا النادي الأهلي ونادي الزمالك تحديدا ولما يرجعوا مرة تانية للنادي الأهلي أو نادي الزمالك نجد هذا الأمر غير موجود على الإطلاق مسألة التقلق وهو لغة رتم الحقيقة محتاج تفسير من الخبرة ليه لعب يتقلق برا النادي تكلم على الأهلي أو الزمالك وبعالي لما يرجع الأهلي أو الزمالك ما تلاقيش واحد على عشرة من مستوى لقدمه برا الأهلي والزمالك واحد يقول لي لا أصي اللعب مع الكبار لا هي كرة القدم هي كرة القدم بل بالعكس ولم يلعب في صفوف الأهلي أو الزمالك مؤكد بيلعب وسط لعبين أكثر كفاءة مؤكد حكم النتائج والألقاب والكلام ده كله فإيه الموضوع أنا جبت لكم كده مجموعة نمازج نوع من أنواع التثقيف الرياضي بيننا وبين بعض نبدأهم بكريم بامبو نفسه ده اللي هو تنقل النهاردة على سبيل الإعارة من نادي الزمالك اللي لم يبلي فيه أي بلاء حسن إلى البنك الأهلي كريم بامبو كان موجود في النادي الإسماعيلي كريم بامبو في النادي الإسماعيلي جاب 23 هدف وعمل سبعة أسست مع النادي الإسماعيلي مرة تانية نعب وجاب 23 هدف وسبعة أسست كان لعب قبل كده مع النادي الأهلي ما جابش إلا هدفين ما فيش غيرهم واربعة أسست وكان لسه طالع من الناشئين والكلام ده كله لعب جاب هدفين واربعة أسست مع النادي الأهلي راح الإسماعيلي جاب 23 هدف واربعة أسست طب راح الزمالك وسبعة أسست مع الإسماعيلي 23 هدف وسبعة أسست سبعة أسست يعني سبع أهداف يعني هو اللي صنع سبع أهداف وجاب 23 هدف بتكلم على مين على كريم بامبو مع مين مع الإسماعيلي طب لما راح الزمالك لعب 12 مباراة جاب هدف يتيم ومعملش ولا أسست ده لغة رتمية يا جماعة اللي أنا بقوله ده يخش في إطار لغة رتمية واحد ما قسر الدنيا مع الإسماعيلي ب23 هدف وسبعة أسست يروح الزمالك يجيب هدف واحد ولا أسست طبعاً لقطات دو مع النادي الإسماعيلي لما كان متوهج وحاجة يعني سوبر السوبر وده خل الزمالك يخطب لأنه كان عامل شغلة عالي جداً مع النادي الإسماعيلي بقول لحضراتكم 23 هدف وسبعة أسست مع النادي الإسماعيلي لكن سبحان الله راح الزمالك لعبوا 12 مباراة ما جابش لهدف واحد ما فيش غيره ولا أسست عامله فطبعاً وضع طبيعي جداً إنه بشيكو يقول لا يطلع بقى عارة يلعب لأنه مش هينفعني هنا ده لغرة كروي أنا الحقيقة مش وجد له أي تفسير وهديكم شوية حاجات لطيفة دلوقتي على لاعبين برضو تانيين أكيد في زينوكو الأسماء اللي أنا هقولها علشان نفكر مع بعض شكراً للمشاهدة